شاخده شي كي يتفادرون بأن كل شي ضربته النفس دقة واحدة ومش حتقدر تغمض عليك كنت تخيل بحكامه كيف يكن السورة كون ليش كي بدنوا المعلمين هم اللي بدوا هادلعب تبعوهم تنظر القدمية داب الروقات اجي بعدها للروقات كي تفرجوا في التلفازها وعلى القيبات احنا نخصنا ندعوهم هادو غي علا من عقلت أما واحد طلابة هادو دياغا كتمشوا على رباط تحمل مسؤوليانا دابا غدى الرباط هو الصراحة من الولادة الطلابة تفرج من التلفون وعندها الكنيكسيون اللي ما عنديش هادو هادو طلابة ماشي كاملين بيانسوخ حتكي الناس اللي فغي مو ما عندهش وإنما الأعمال وبالنياته المهم هادو رمضان دووزناه برعاية اللي ما عجبو حاليش قدع او مسلسل ولادي ازاق طالي صفات شاياطي لا تتوب انك نحتاج وجوجه والمستفيد على حساب ما كي يبلي والمحامون اه وصحاب المكتابات كلاسيرات الشماليين هم مراكعين على مسلسل درنسا قل كسيدتك رفصول هم على اللهجة الشمالية خرجت واحد ممثل مؤخرا وضر في الموضوع الشمالي الفنان ممثل إذا تتكلم في الموضوع غيبا بحل لك يطلبهم باش يخدموا هزاقا في الوقت اللي مشاهدوا المشكلة مشكلة عنده علاقة باللهجة ماشي بالفنان وماشي بالخدمة ممثلين كاينين في المسلسل بالصح تعدى على اللهجة الشمالية وهي عنده قيمة وعنده تاريخ وهي منطقة كبيرة جغرافية في شمال المغرب فكان يأيما خاصوا يدربوا يأيما خاصوا يجيبوا ممثلين شماليين يمثلون للهجة اسمح لي ولكن باش تجيبوا لتكازا ويحط لك ذلك النفو رأي بالنسبة لي در مجود البوليسي بلدك هواك يقلب عليها غير مولانوبا شوف داوين 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 نحت على البطالة تاهم ما يرفع الشيكا يحيدوا غالما للبعدة واتبارك الله اشحال التنسيقية تبقى تغيير التنسيقية شرمولة تهيطنو تنعينا التفارية ها بانت للمحكمة شين هار غا تخرج جلبتا متعرفوها في مشات لما هو اللوجيكة تقولي لا ولا كل شي عنده حساسية انا شو بغى هاد المخريج يهضر انا شو بغى يعالج تقمعولو الإبداع صحيح حيث ركيب قغي فيلم بورا قالو ناس زمان اللي في الفز كايقفز انا الصراحة مع الافلام يقلجوا المواضع اللي بغوا يفوتوغي الخطوط الحمراء دي البلد واهم حاجة بنسباليا ما يكذبوش ورا ما يمكنش انتباش تقلب على البس تجي تقولي ناشي حاجة اللي هي ما كيناش عالش ولكن عالج الواقع المعاش المجتمع رفيه الصالح وفيه الطالح وحب دي لكنتو كتدرو على شي ضاهرة ما فيها باس ما تقولوش انتو مقا غيكتبوا بل التعميم من شي يام الجوهر انا الصراحة فهاتش ليش في مؤخرا ما عجب ليش بلند المعلم كاد المعلمو ان يكون رسولا ما تقولوا ليش الروقة والدين دين على رسوعينية دين رام الخطوط الحمراء لي مخصكش قسا ولكن الراقي اللي محت الطريفة وشير قغى الراس ما عرفش المهم انا المعلم كنديروه هناك كنتعجب ان انشي وحدث كنلقى هكا التعاير مثلا مع اشي وحدة مؤلمة انا بعد اوحدة ولا واحد قرراني ولا قررتني ولا وغفر ولا نقدرش انهزز فيها عين دابة بهادلاج ما نقدرش انهزز فيها عين بغض النظر وش قررتني مزيان ولا كانت خيبين انا عارفة بللي كين بعض الاساسي دا اللي شخصيتهم كتكون في شكلوا والله يحسن العوان بالقراية وحدة والتاني حاجة ولي ما يقدر يدري حتى شي واحد هي ملقاك مع السهف ديال الدراري يا الصغر يا المراهقين يا الكبار كل شي كيبغي بي انه يفرط شخصيتهم ومع هاد الجيل استطلمي تستطع كومي من الاستاذ ولا الاستاذي يكون كاعي وما يكونش بهادك الشخصية اللي دارونا فولادي شوي هاد اللوجيك اذا بو ملق خرافة ملي قانونيا واش هاد ربضان ما غيسالي حتى يدخل نص الحبس او بمعنى اخر واش هاد الناس اللي مقدمة شكايات واش غتصور شي حاجة خصوصا وان هاد الناس كتقولك هاديرا ماشي سينيما ولا عمل خاص اللي تلاح في قناة خاصة واللي يمكن موجهة شريحة معينة هاديرا 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 داخل البيوت المغربية دون استئذان وكتخلص من ضرائب دي الشهر هذا بس يدفش شي شخص ولا شي منظمة ولا شي تنصيقية مهنة من المهن كبضرر من شي برنامج ولا من شي فيلم ولا من شي مسلسة واللي كتقول مثلا انه كيقيس الكارمة ديالها وانه ضررها ضرر بيانسيو غالبا معنى وماشي جاو تعدى وعليه بالضرب جسديا نرغي قلص وكيتفررش هاد الناس هادوا عندهم جوج ديال طرق طرق اللي باينة واللي كنعرفوها جميع هي انهم يتبعوا الجهاز القضاء يدعوهم يعني كيحطو شكاية الوكيل جلالة المالك والقضاء تما كيشوف بحالة بحالة اي قضية عادية بحال مثلا واحد تعدى على مرتو معنويا ما ضربهاش معنويا غير هانها وهان كارمتها على ش قلتلكم هكا حيتيش فش يكون ضرر جسدي مثلا الى ضربها وليحتهما مثلا جيو كيتشكو من ضرر جسدي زهل انك تشبدو ولكن فش يكون ضرر معناوي فرا صحيب انك تشبدو وما كنقولش مستحيل حيث القانون يعوض على الضرر المعناوي ولكن ارا صحيب خاص مثلا يوقعوا عريضة شهادة جماعية او اللي تمشي واحد المجموعة منهم عن طبيب نفسي واللي غد يعي الحالة ديالهم وشخصها ويبين باللي فعلا كين ضرر نفسي يبين باللي دوك الناس فعلا تقلقوا شوية تعصموا شوية مثلا واحد نسبة ديالوا وهذا الهرمون طلع ما يديرون ملف طبيب وهذه تبقى بعض من الوسائل التي تقدر تثبت بها الضرر المعناوي حيث لا يوجد ضرر الجسدين تتفرج من بعيد وهذه الطريقة غالبة تكون طويلة والاتبات فيها صحيح يعني نقدره نقوله في غالب الأحيان ما خدامه طريقة تنفيذية بمعنى كدخل وزارة الشباب والثقافة والتواصل والهيئة العلية السمعي البصاري واللي تاب عليها كيتم تحقيق في ديال اللقطة اللي نيضع لها الجدل والفئة المتضررة عاود كدير عارضة تدفعها الوزير الاتصال أو اللي كدفعها الرئيس الحكومة حيث هو المسؤول عليهم كمين أو اللقع مباشرة تدفع الهيئة السمعي البصاري هذو اللي مكلفين بط هذ البرامج وهما اللي كيكون عندهم الحقته باش يقطعوا بعض اللقطات اللي كتكون مصالحاش مثلا في بعض الافلام تركية بغيكزون حتى في هذ الحالة ركتتأكد من ذيك اللقطة واش فعلا فيها شي ضرر واش فعلا فيها شي حاجة وطبعا ذيك سعرها كل طرف كيدفع على راسهم المتضررين كيقولك بلي القانون كيحافظ على كرمتنا والدستور كيحمي حريةنا وكدا وكدا والوظيفة العمومية لا يجب المس بها كيفما كانت ولا يجب الانتقاص من شخص او من هيئة شي كاملو كين في القانون طاقم المسلسل عاو تيقولك بالليح تحنا عدنا قانون الصحافة وعدنا حرية التعبير واللي كيضمنها لنضوستوه المهم كلها كيدفع على راسه بطريقته والحسم في الخرق تيجي من وزير الاتصال او التواصل او من رئيس الحكومة مباشرة واللي مسؤول اليوم كيف أقول لكم كمين ورفقاء الحالات الاتباة كيكون صحيح علاش انا كالطاقم بالفيلم اغنقولك ما قصدش ما كونش متعمد لنضرب فيها في مسلسل لم يكن لدي هذه الناس وهذا الشرع قدر نتبته الناس الذين يعملون معه سيناريو كيف اكتبوه بشوية مجموعين المهم سهل انني ننبيه ونزيدك هذا تمثيل يعني يكون هناك شخص دائما الاشخاص واقعية مقدر انا سيدي بغيت نجيب مونيكا بغيت نهضرها هذا الشيء يبقى إبداع ديالي تفدك شي ديال خيال العلمي يجيش واحد يقولك او لا سيدي انتدرتي ايحاء اليوم القيامة وقلتي بلي غادي يكون نهار الفلاني وبينتنة ما الكواكب تتشابك غا نقولك اعوذوا بي لا انا ما عنديش هاد نية انا فقط كانش استد واحد لمش هتخيلته وهذا هو الابداع بلا ما كانش فعلا اتبات وما قدروش يمرسوا واحد الضغط فرا ما غادي يكون وار الفيلم اولى المسلسل غا يكمل بتدياله بشكل عاجي اما يلا كان الاكس واتبت فعلا باللي كين ضرر معناوي من ديك اللقطة فراه الهيئة اللي غادي يبقى عند هالقرار من بعد الاتبات يتوقف ذاك المسلسل او اللي تحذفوا قاعد وفي هاد الحالة هاد القرار لصدرات الوزارة كيدوه معهم المتضررين القضاء كدليل لاتبات الضرر لمعناوي وكيطالبوا بتعويد مادي حيث في مثل هاد القضايا الحكم القضاء غالبا كيكون تعويد دي بفهمتو اخويا شواخ باشي من هبا ودبا يجي ويقولك ضرروني ضرروني المقدمين شافوا المعلمين ناضو الروقات شافوا المقدمين ناضو طلابات او ما بغيني نوضو او ما تمام معناه فارطة جيوباش يعرفوها ماشي غير اجي وتبت الضرر المعناوي سلام عليكم